رسميا طلبت البصرة من الولايات المتحدة مساعدتها بتوفير المعدات المتطورة ومنها أجهزة كشف المتفجرات بغية استخدامها في مكافحة الأرهاب وقد بحث المحافظ مع القنصلي في لقاء مغلق إمكانية الحصول على تلك الأجهزة الحديثة أفق إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين الأمريكي والعراقي نقش ملف الأمن ونقش ملف أنه ممكن أن تساعدنا الولايات المتحدة الأمريكية بجلب معدات لضبط المتفجرات قد يكون هديئة من الولايات المتحدة الأمريكية لمحافظة البصرة كبادرة حسنية لحفظ الأمن بالبصرة من الممكن الحصول على تلك المعدات وفق الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وعقب تقديم طلب عن طريق السفارة الأمريكية ونحن نعمل بشكل مشترك على تحقيق الفائدة للمحافظة ويأتي طلب تقديم الدعم الأمريكي مع تغيير تنظيم داعش من أساليبه في ضرب المدنيين فخيار مسك الأرض ونشر نقاط التفتيش لم يعد مناسبا في مواجهة العمليات الإرهابية من دون إسناده بالتكنولوجيا الحديثة كما ترى الحكومة هنا والتي تعول على خبرات الولايات المتحدة في مساعدتها بهذا الجانبي من أجل حماية مواطنها هناك جرائم متطورة حديثة دخلت البلد دخلها الإرهاب وبالتالي تحتاج هذه الجرائم إلى أساليب مكافحة متطورة بالتأكيد هي تكون لدى الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية المتابعون لمجريات متغيرات الأوضاع الأمنية في البصرة شخصوا الكثير من الثغرات التي قد تستغلها التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها الضعف الاستخباري كما ذكروا بضرورة تفعيل صفقة كاميرات المراقبة التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الولايات المتحدة قبل أربع سنوات ولم يكتمل مشروعها لما له من أهمية في ضبط الأمن الداخلي أكو ضعف استخباري كبير في محافظة البصرة حسب معلوماتنا أكو عدم وجود تنسيق ما بين الأجهزة الاستخبارية علينا أن نتفهم مع الجانبين كي نعمل على تفعيل مشروع الكاميرات المتأخرة لأكثر من أربع سنوات وجدد مسؤولون تحذيراته من مغبة استهداف المحافظات الجنوبية من قبل تنظيم داعش بعد زيادة الضغط العسكري عليه وخسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها وفي ظل تطور تكتيكات تنظيم داعش في استهداف الأبرياء والمدنيين يرى خبراء الشأن الأمني أن بات من الضروري استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الأرهاب دون الاعتماد بشكل كلي على الجهد البشري سعد قصي الحرة مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر